تلتزم حكومة مملكة البحرين بنشر البيانات الحكومية واستخدامها لتعزيز الشفافية وتحقيق التعاون بين جميع فئات المجتمع البيانات الحكومية تعرض ضمن سياسة البيانات المفتوحة التي من الممكن مشاركتها بسهولة بهدف تحقيق نغلة نوعية على مختلف الصعود الشفافية وسهولة الوصول من أبرز المميزات التي تتبعها حكومة مملكة البحرين بعرض البيانات وخصوصا الرقمية منها والتي أتيحت للجميع في مختلف منصاتها الرسمية متبعة بذلك سياسة البيانات المفتوحة التي انطلقت لتشجيع استخدام البيانات العامة وتطبيقها على نطاق واسع للارتقاء بمستوى المعيشة وتحفيز الأنشطة ما يسهم في نهضة المجتمع البحريني وتعزيز الاقتصاد الوطني الحكومة تؤمن بأن مشاركة البيانات مع الجمهور خطوة مهمة لتشجيع التعاون مع جميع الفئات التي تنقسم إلى المواطنين ورواد الأعمال والمقيمين والزوار وإشراكهم للإثمار عن حلول مبتكرة سعيا للارتقاء بجودة الحياة حيث تم تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال زيادة استخدام البيانات الحكومية عبر واجهة برمجة التطبيقات API وتوفير البيانات الوصفية إضافة إلى دعم البيانات الجغرافية المكانية والبيانات الضخمة والبيانات المرتبطة والبيانات المتصلة ودعم مختلف الصيغ لعرضها بكل يسر للجماهير ولم تقفل الحكومة عن تطبيق القوانين وحفظ الخصوصية من خلال تحديد البيانات العامة وفصلها عن البيانات الشخصية والخاصة التي توفر معلومات دقيقة وحساسة حيث تم تطبيق هذه السياسة تحت أطور تشريعية وبما يتفق مع قانون حماية معلومات ووثائق الدولة وقانون حماية البيانات الشخصية ثروة من البيانات الرسمية العامة تتيحها المنصات الحكومية وتوفرها بكافة الصيغ الإلكترونية كالبيانات الأولية والتمثيلات الرسومية وغيرها بهدف إشراك الجميع في عملية التنمية والتطوير التي تسير تماشياً مع خطط التنمية الشاملة والنهضة الحضارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر